عندما تلعب المتخبات الدولية للعالم كله هي متقصصة لألعاب لا يتم تأجيلها ولكن الأندية المتخبات الدولية لا يتم في وقتها لعب الأندية الأخرى أنا بس عايز أقول حاجة اعتراضية كده عشان تطمن يعني أنا بسألك الأسئلة دي اللي كانت تبدو غريبة بالنسبة لك بس هي مشاكل نعاني بينها هنا فأنا بحاول بس أنقل الصورة الصحيحة لدور كبير زي الدور الإيطالي كيف يعملون عشان نستفيد يعني يوصفني سماح هذا لكن لو احتكوا إلى أي مساعدة فأنا أستطيع مساعدتكم شكراً جزيلا طيب بالتأكيد عايز ألك على الدور الإيطالي الدور الإيطالي أنت تعلم وأنا أعلم ونحن كنا عشاق للدور الإيطالي دائماً على مدار سنوات كان الدوري الأقوى في العالم كان الدوري رقم واحد في العالم لماذا تراجع الدور الإيطالي أحياناً خلف الدور الإنجليزي وأحياناً أخرى خلف الدور الأسباني وماذا يعود الدور الإيطالي هو الأقوى في العالم في آخر مسابقات لنا إيطاليا إيطاليا مسابقة ما كسبتهاش من خمسين سنة استطعت أن تكون رقم واحد في أوروبا وهو شيء هام لنا ومسابقة كأس أوروبا نحن في مسابقات الأولى لأنها استطعت أن تقبل بعض الأندية واللعيبة لأن في هذه الدولة يوجد عديد من اللعبين المشهورين وليس أهمية كبيرة أسبانيا لديها كانت نتيجة مرضية جدا بعدما رحلوا عن أسبانيا ورتكوا إلى مدن أخرى كان لديهم لشيء ورؤية واضحة في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا نحن لدينا بعد التنمير الداخلي للأنديا لدينا ولكن نستطيع أن نحارب ونرجع مرة أخرى ونحن في مجال التصحيح مرة أخرى على تقليل هذه المسافات البعيدة ونحن متأكدين من أنفسنا أن نحن متأكدين من أنفسنا لرجوع مرة أخرى للمحاربة